تعالنا نروح للانتخابات ده لأنها بكلمة كان على ماذا يحدث الآن في بلدنا في مصر احنا بنستعد للانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري الانتخابات الرئاسية بتاعتنا بإذن الله النتائج النهائية تعلم في 20-24 الانتخابات بتاعة الخارج خلاص 1-2-3 ديسمبر خلصت والفرز شغال هنبدأ احنا بقى كالمصريين في الداخل الفخورين باننا المصريين في الداخل ايضا زي ما اخواتنا المصريين في الخارج فخورين هنبدأ احنا بقى ننتخب امتى 10-11-12 ديسمبر دكتور مايا مرسي الحقيقة وطبعا زي ما حضراتكم عارفين رئيسة المجلس القومي للمرأة وجهت رسالة تشجع بيها ستات مصر للمشاركة والإدلاء بأصواتهم انا اقول انه ستات مصر كده كده هم اللي بيشجعوا كل مصر كما جارت العادة خلونا نشوف الفيديو ده وهذا التشجيع والتحميس لاجل هذه او لاجل السيدات المصريات ليذهبنا الى صندوق الاقتراع رسالتي النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية اصيلة انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 20-24 دورك كان عظيم ومشرف ورفعتي راس مصر وابهرتي العالم في كل الاستحقائات الدستورية اللي فاتت والنهاردة مصر بتناديكي من جديد عشان تكملي دورك الوطني العظيم ده حقك وحق البلد عليك وصوتك ده هو اللي هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك وهو اللي هيحافظ على امن واستقرار بلدنا الغالية مصر يلا شجعي قصرتك وجرانك وانزلوا من جديد وصلي صوتك للعالم عشان يعرف ازاي الستة المصرية هي الضهر والسند لبلدها صوتك مهم وبيفق صوتك امانة وبلدك امانة ومصر بيكي اقوى واجمل دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة انا بحترم الدكتورة مايا دي لابعد الحدود لابعد الحدود حقيقة يعني